زي ما بنستقبل النجوم والنجمات كمان دراما رمضان السنة دي الحقيقة قدمت الأطفال وهم كمان كانوا نجوم رمضان بطولة لأطفال كانوا مشاركين في عمال وكانوا مشاركين بشكل جدي يعني دور مكتوب في مجهود وعشان كده احنا في التسع زي ما بنرحب بالنجوم الكبار لا الأطفال لهم دور كمان معايا اتنين من الجوم هنبدأ بقى بالبنوتة الحلوة الطفلة ليا سويدان بطلة مسلسل بيت رفاعي زيك يا ليا كويس الحمد لله من وراني شكرا والنجم الصغير الجميل آدم عمر صح يا آدم؟ آآ آآ آدم كمان بطل مسلسل مصار إجباري فانا معايا اتنين يعني انتم نورين قوي أنا وفتا بيك وقوي شكرا جدا لحضرتك شكرا لك قوي هنكلم ليه عشان تعرف طبعا ايه نكلم البنات الأول ليدز فرست ليه أولا اسمك حلوة قوي شكرا عجبني قوي وانتي طلع بنفس الشكل اللي كنت طلع فيه في بيت رفاعي صح؟ صح طيب أنا عرفت ان انتي مش أول مرة بقت مسلي آآ احكيلي بقى بسرعة كده مثلت عنانات كتيرة عملت مسلسل اختيار ثلاثة ومسلي وقص اختيار ثلاثة انتي درواتي عندك تسعة سنين واختيار ثلاثة كان عندك ايه تمانية تمانية سواء كده تمانية وكنت عارفة ايه الموضوع؟ يعني ماما بقى بتقرالك وتقولك آآ هي ممكن اما يدولها سكيبس اما يدولها يحطولها على الواتساب فهي بتحكيلي ايه اللي هيحصل في المشهد عشان نعرف ايه هيحصل عشان بنروح لهمش ونقول لهم بقى اللي هيحصل اه فتروحي حافظة دورك وجهزة فاذا انتي ده مش اول عمل بيت الرفاعي بقى اول مرة بقى تشتغلي مع النجم الكبير امير كرارة انا هو كان بيعاملك على انك بنته فعلا اه يعني فيه ناس كتير عشان هو عنده يعني ولاد صغيرين افتكر انه بنته حقيقي صح صح طيب وبعدين اه احكيلي بقى الكواليس بيت الرفاعي اه فامكن عمير كرارة بيرعم معينا كتير بيرعم معي كتير ونما اجي التلغبط بيقول على الله تتلغبتي برا بقول له يعني انت كمان بتتلغبط فامنعنا نضحك وامكن الأحمد نادر جلال وانتي كنت بتشكسي فيه بجد اه وامكن الأحمد نادر برضو بيضحك معينا وبيقعد معينا بيهزر معينا اه طيب انا هروح بقى الادم اادم انت كمان نجم يعني عملت حاجات كتير ومسلسلات وكده بس في مصاري كباري انا سمعت ان انت عملت اوديشن صح اه احكيلي كده الاوديشن عملت في ايه اه افت بقى طلبوا منك مشهد وقالولك ايه هما كانوا قالولي اسمك ايه وعمرك وكانوا قالولي ان انا يعني كانوا عايزين مشهد عياط فانا قدمت المشهد كويس لان انا حساس شوية كده انت حساس خالص لابو ايه اللي خليك تفكر يعني عشان تستدعي العياط ايو انا كنت ساعات بتخيل مثلا ايه ان مثلا فلسطين والحاجات دي كنت بتخيل فعشان كده هو ده اللي بيخلي العياط كان يجيلي ايه اللي بيقلقك في فلسطين الولاد اللي زيك الوقت اه الولاد اللي بيموتوا ومبيعفوش يعيشوا اه فانت استجمعت المشهد ده بتاعهم وقديتوا وبعدين كلموك بعدها تكلموني بعدها بفترة طويلة قالوا لي ان انت جيت في مسلسل ايه مصار ايجباري مع ابطال احمد داش وعصام عمر اه انت كنت اخو عصام عمر وابن سابريل وابن سابريل ومحمود البزاوي اه وحياطة عليه جامد قوي صح؟ اوه لا هاد ده كان حقيقي بيطلع منك حقيقي حقيقي جد يعني انا كنت بتخيل مثلا يعني هو كان فيه زي تابوت كده فانا كنت بتخيل ان انا تقدر الله طبعا انه بابايا محطوط فيه بعد الشر بعد الشر بعد الشر فكان بيجيلي عياط يعني بتتخد اه اصلا ما احنا ما منصورش انا عمال بحاول بيجيلي العياط فعصام بيقول لي ايه ما تربطش الحقيقة بالمسلسل اه فجد اوه كان عليها افضلائي كتير اصلا انا بمسوط اصلا مسلسل عصام ساعدك البطل يعني ساعدك كتير اصعب مشهد ليتي بقى قوليلي كده يا ليه كان ايه هو اصعب مسهد كان لما كنا على الكنبة وكنا لما هما ما كناش عايزيننا نطلع بره فاحنا دخلنا وعنا نتكلم ماشي فبعدها احنا كان صعب اللي هو خليني يعني انا كان خليني انا نحس اللي احنا يعني زعلنين اه في المشهد عشان احنا كنا كنا مسلا عايزين نطلع بره نعض او نستمتع مع بعض انا ومامتي اه فبعدها احنا دخلنا وعنا نقول يعني قلت لمامتي احنا ليه وليه مش عايزة يطلعنا وفي الاخر عنا نتكلم كده كلام ده جوء المشهد اه فبعدها حد جي برضو اكلمني في المشهد فقعد يكلمني وانا اعملت ماشهد اكني خايفة جدا و اه يعني مثلتي ده جوه اه وقت التصوير بيبقى طويل عليك بتتعبي او بتستحملي ايوه لا هو فيه ساعات بيكون طويل فيه ساعات لا يعني مثلا مره مساعد عشد داية تلت ساعة نصف كده بساعد بتعرض خمس داية مثلا اه ده مش كتير خالص اه طيب مع امير كرارة بقى بيساعدك ويحفظ معاك ويتعيده مع بعض وانا شايفالك مشاهد اهو انتي وامير كرارة اهو وليلي بقى كان ايه هو الساعات لما نيجي ندخل جوه عشان ستاند باي المخرج بيجي عشان يقول لنا اه نحفظ ايه وكده بيعمل لنا المشهد مرة وبعدين عما يمشي بيكون مسافات الخمس داية عشان ندخل ف احنا بنحفظ مع بعض كده طول الوقت عشان ننساش وكان بيسمعلك ويساعدك وكده فكنت حسن وباباكي بجد يعني صح؟ طيب وادم اصعب حاجة ليكت ايه في المسلسل هم كانوا مشهدين اه مشهد المستشفى لان كان عصوم وفاة البزيم كان عصوم عمل فان بقى وانا مش عارفها ايه بقى ايه بحاول يعني اخدش في الموت انت عايز بقى اتمثل بجد يعني اه وكان فيه مشهد اللي هو مع استاذة صابرين كان اللي هو كان في السرير وكان اول حاجة كان جاينا سكريفزو طويل قوي وكان يعني هو جالنا بالليل قبل اليوم اللي احنا نصور فيه فكان لازم علي اللي انا احفظه وصورته عشان احفظه ويدي كان دول احسن مشاهدين لي انتو جمال قوي فرحانا بك جدا شكرا لحضرتك خلينا ناخد فاصل ونرجع نسوف الناس يعني طيب خلينا مش هنلحق ناخد فاصل طيب خلينا نكمل اخر سؤال بتحلمي تكوني ايه بقى يا ليه اقول ليلي نفسك تبقي ايه يعني اكون انا يعني يعني اكون حد ولا اه نفسك تعملي ايه تمثيل اه بس انا انا نفسي اكون موصلها انت موصلة اصلا اه بس يعني نفسي اكون موصلة يعني كبيرة زي مين بقى مين بقى كده شايفاه انت بقى بتروحي اماكن تصوير وبتشوفي ناس اه مين بيعجبك دنيا ثمين غالب دنيا واكرم عصني و دينا الشربيني اه فعايزة بقى تبقي زيهم انت لازم تخش كامل العدد مع دينا الشربيني في الهيصة بتاعت الاطفال دي اه 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 و ايه دم انا عشي اطلاق موصلة انت قريدي بقيت موصلة بس انا نفسي بقى تبقى مين بقى اه نفسي بقى زي كريم استاذ كريم وابدالعزيز ايوه واستاذ احمد ميك اه يعني دول اللي انت نفسك تبقى زيهم يعني وعصام برد عصام طبعا ده يعني بطل بتاعك اكيد وانت تحلامي تقى تمثلي مع امير كرارة تكون يكبرت شوية ايه رأيك اه ليه لا اه لا طبعا نفسي اصلا امثل معي وانبسي همثل مع الناس اللي كانوا معين في المسلسة اللي قدك في المدرسة بيقولولك ايه اه بتمدي بقى اوتوغرافات وكده اه اه بس عندي في المدرسة اه بيقولولي بيسموني حبيبة ياسير محمود الرفاعي وعمدي مستر جلال مستر جلال بيتيتشر بتاعي بيعادي يقولي يا فنانة ايوه انت فنانة فعلا وبيعادي يقولي المستلسة اللي بتاعك كان بيتوحفة وبيقولي انا اصلا بالفرج عم السلسل ده عشان خطرك عشان خطر حبيبة اه وبيعادي العم معايا مستر جلال طيب وادم مين بقى زمايلك في المدرسة والبيت والعيلة اه وبيت والعيلة اول حاجة كانوا هما كانوا بيشجعوني ان انا اكمل في الموضوع ده وابقى احسن بجد عليهم فضلك جير قوي بالذات مامتي يعني كانت انا شايفة مامهات كل اتنين يعني واخدين بانهم جد اكيد طيب الناس بتعرفكو في الشرع يعني بقيتو بقى نجوم ويسلموا عليكو كده عندما كنا بنمثل كنا في حتة كده شكلها زي بحر يعني حتة بحر مشافة لواي يعني حتى الناس بتعرفكو اه ففيه كده ناس كتيرة جوموا عندي ويقولوا لي ممكن اتصور معاكم ممكن اتصور معاكم فتتصورت يعني عنا شوية كده نتصور في بعض الناس خلاص اكيد وآدم ايش رشورين قوي بس يعني لا يعني مثلا فيه ناس مثلا بيقول لي انا شفتك في مسلسل وصال اكبالي ممكن اتصور معاك لا لا جميل انا وبسوطة بيكو قوي الفقرة خلصت مش انتو عارفين المخرج في الاخر بيقول ايه فركش ولا بيقول ايه فركش كبه؟ طب انتو الاتنين تقولوا فركش لانها خلصت يلا واحد اتنين ثلاثة فركش فركش موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة